كلنا وبعد انتهاء رمضان قرينا قرآن لكن حد جرب يفتح عقله للقرآن هو اللي يقرأ القرآن ممكن هو اللي يقرأك هو اللي يعرفك فعلا شخصيتك اللي هو عن طريقه تبقى ليك كارزمة اسمها كارزمة العقل القرآني زي ما بنفتح قلبنا للقرآن ما بين الخوف والرجاء لازم نفتح عقولنا للمفاهيم اللي بتدهلنا آيات القرآن وده اللي موجود في كتاب كارزمة العقل القرآني كل آية بنطلع منها بفكرة وده واجب علينا كلنا عشان أقول لنا بفتح قلبي للقرآن لازم أفتح عقلي للقرآن نكون متأكدين ان احنا القرآن يقدر يصنع مننا شخصية مميزة لها كارزمة خاصة